السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حظي قرار ومتح بقناة كل شيء ممكن نطرحه للشركة معرض للقبول ومعرض للرفض وبصفتي أنا كيوتيوبر عربي أتكلم عن اللعبة هدفي الأول والأخير هو الاهتمام بالمحتوى العربي وتنفيذ طلبات اللاعبين العرب بأقصى قدرة وممكنة لهذا يا شباب حبيت شارككم خبر جميل ومفرح صار ويانا وقدرنا نوصل للشركة وتوافق عليه الشركة وبالخصوص تنزل الأخي قريم بالمجتمع العربي كلام مع أندري واللي ما عرف أندري منه أندري هو مسؤول على المجتمع العالمي باللعبة وهو أحد المطورين باللعبة يا شباب المقترح كان هو شنو اللايك لا تنسى أدر بيك لا تنسى جواز الكلانات تذكرون قبل كم يوم حيشنا عن جواز الكلانات وترتيباتها وقلت أسوى تصويت بالتليقرام وكان تصويت كذلك بالتليقرام العربي وكذلك باليوتيوب فالأمر وصل لي أندري وأندري قال رح نشتغل على الأمر بس من طال الوقت لكن ينزل إن شاء الله هاي السنة بإذن الله إذن موافقة حصلت على هذا الموضوع وهذا الشيء مفرح أنت كلعب عربي أو كيوتيوبر عربي أو كميونيتي عربي تطلب شيء من الشركة والشركة تنفذ لك رغم أنه وإحنا حاليا نعتبر من أقل الناس باللعبة لنلعبها بمشترها عد العرب لهذا يا شباب حدفي الأساس أنه طلباتكم قدر الإمكان اللي من الممكن نطرحها للشركة بشكل صح نطرحها وننفذها بإذن الله يعتمد الأمر علي وعليكم شلون؟ علي أني أنشر المحتوى وأقدم بشكل صح للشركة وأنتم عليكم التفاعل والمشاركة والتصويت فيها شباب قناة تليجرام بالتعليق مثبت مرات نخترح شغلات ونأخذ رأيكم بها فطبوا اشتركوا بها بشكل كامل لحد ليدخل بس بيوتيوب ادخل بالتليجرام ليش التليجرام يعزز اليوتيوب أنا فيديو عندي بيه بألفية مشاهدة التليجرام بألف وخمسمية رح يصير شقد لتلتالاف وخمسمية وصلت الفكرة لكم شباب شا قول أنا تلتالاف وخمسمية عند الشركة رقم مثلا شبير أربعة آلاف رقم أكبر خمسمة آلاف رقم أكبر لهذا كل ما زادت مشاهدات بالتليجرام وباليوتيوب وكل ما زادت تفاعل أكثر كل ما حصلنا موافقات من الشركة علشنو على الغلاظ ريدها يعني أنا مثلا اقترح طائرة خلنا نقول طائرة تجميع عربي مثلا أنا شون نوصلها للشركة ميت مشاهدة الشركة تقول ميت واحد قدي عربي بس يريدون طيارة على الموضة ما نزلها أكيد لا وما رح أنزلها بينما نشوف أكو آلاف بأكثر من موقع وكل هاي المواقع هي مواقع عربية إن كان قناتي بيوتيوب وإن كان قناتي بالتليجرام الخاص وإن كان مجتمع العربي بالتليجرام أو الفيسبوك أو غيرها من نشرحنا يا شباب بالمجتمع العربي وبقناتي هذا كله عائد الأمر للعرب فأني اللي أريد من عندكم يا أخوان قناة تليجرام لا تقصرون بيها طبوا وانتبهوا التعليقات أو المنشورات الآن أنزلها مراتكم منشورات أنزلها أقول بيها أخوان شنو رأيكم بهذا الشيء من أخذ رأيكم وشوفوا التفاعلية جيد أقترحها بفيديو باليوتيوب أقترحها للأخي قريم بالمجتمع العربي ووراها ننتقل إلى شنو الوصول إلى الشركة فعدنا جواز الكلانات إن شاء الله حتكون حاضرة هاي السنة بعد الموافقة عليها وحصلت الموافقة عليها وهذا شيء جميل أنه عدنا أكثر من طلب ونفذتها الشركة رغم قلة عددنا لهذا يا شباب هدفي القادم أنه بطور الدروء رح أطرح بقوة مع الأخي قريم دروء عربية كثيرة وأضقط بها على الشركة قدر الإمكان ومن خلالكم مو من آني رجالة صنع محتوى وأقدم لكن من خلالكم أنتم يا شباب نطرح كل الدروء العربية اللي ممكن أنه تكون موجودة باللعبة حلو حلو ليش لا نقدر نطرح مثلا فكرة خرائط عربية ومقتبسة من دول عربية حلو هم حلو كذلك ممكن نطرح فكر جديدة لللعبة يعني مودات خاصة أحداث أنا ممكن أستمع لكم بشغلات كثيرة بعض الشباب ما شاء الله عدوا أفكار حلوة أنا تجين بالخاص بالدسكورد ولا حتى مرات بالتليقرام أكو أفكار عدوا حلوة لا بس أنه ناخذ الأفكار ونتناقش بها مع الأخي جريم ونطلع بفكرة موحدة من هاي الفكرة الأساسية من المتابعين ونطيها للشركة كل شيء ممكن لكن كل شيء كذلك اعتمد عليكم أنتم يا شباب ما حمطوا لكم فيديو أكثر وكلام يكون ممل لكن يا شباب التفاعل معتكم مع المقاطع مع القناة ومع التليقرام الخاص بالقناة والتليقرام العربي هذا أساس لكم أنتم شباب أنتم اللي تردو إحنا ممكن لنوصل للشركة لكن بطريقكم التفاعل يؤدي إلى أنه شركة توافق عليه فكرة الشركة واضحة وحاجة أكثر مرة كل ما شوف عدد أكثر تقول هما ذول الأريد هم أستفاد من عندهم يعني يقول لك الشركة محاقها تقول لك 1001 فرق عن الألف والألف فرق عن العشرة آلاف والعشرة آلاف فرق عن الميت آلف هذا النظام كل الشركات بكل العب العالم لا توقعون أنه إحنا نقدر نلوي ذراع الشركة أو شيء وإحنا بهذا العدد القي لا بينما مزيد عددنا نقدر خلنا نقول مو نفرض إنما نسيطر بالوضع ويا الشركة بمقترحاتنا وشغلاتنا نريدها وموضوع أخير بالنسبة للشاتر العربي كثير من الناس تسولف به الشاتر العربي عن قريب جدا وخلال أتوقع الأشهر القادمة الثلاثة أو الأربعة يكون الشاتر العربي لكن حل أمر ومشكلته اللي هو يكون كتابه ومعكوسة يا أصدقائي نتسلل لكم المشاركة واعتماد عليكم يا شباب في أمان الله